بحييكم من صوت في نيئة من كندا أنا اليسبي الجاني اليوم الثلاثة اتنين تموز الفين واربع واشرين مبارح الاستاذ وليد غياد اللي هو المسؤول الاعلامي بكركي عمل مقابلة مع السيدة جوزيف جوزيفين ديب بمحطة الجديد وبرر بمنطقه كلام البطرك الراعي الي قاله يوم الاحل الماضي بـ 23 هزيران قبل ما نشوف شو حكي الاستاذ وليد خلونا نشوف شو الي قاله البطرك قال البطرك بـ 23 هزيران قال الابوة ثلاثة انواع الابوة الدموية وهي ابوة والديه تأتي من الزواج والانجاب والتربية والابوة الروحية وهي ابوة كنسية اعني ابوة الكاهن والاسقف والرئيس الرهباني انها ابوة لها مسؤوليتها في تأمين خير من هم في اطار مسؤوليتها وخيرهم الروحي والمادي والمعنوي والابوة المعنوية وهي ابوة الرئيس المدني مثل رئيس الجمهورية والملك والامير هؤلاء مسؤولون عن تأمين الخير العام في الجمهورية والمملكة والامارة وهم المسؤولون عن الدستور لخير جميع المواطنين والمسؤولين عن انتظام المؤسسات وإلا دبت الفوضى وتزعزع الملك وهكذا في كل ابوة في كل ابوة الكرامة هي الخدمة فلخدمة اكبر كرامة اكبر ولكرامة اكبر خدمة اكبر اننا نفهم معنى عدم وجود رئيس للجمهورية انه رئيس يفاوض بملء الصلاحيات الدستورية ويطالب مجلس الامن تطبيق قراراته ولسي مع القرار الف خمسمية وتسعة وخمسين المختص بنزع السلاح والقرار الف ستمية وتمانين الخاص بترسيم الحدود مع سوريا والقرار الف سبعمية واحد الذي يعني تحييد الجنوب وبعد ذلك يعتني او يعنى هذا الرئيس بألا يعود لبنان منطلقا لأعمال ارهابية تزعزع امن المنطقة واستقرارها وبالتالي بدخول لبنان نظام الحياد وتحويله من واقع سياسي وامني الى واقع دستوري يعطيه صفة الثبات والديمومة من خلال رعاية دولية فالحياد هو في الاصل من طبيعة الكيان اللبناني ونظامه السياسي كلام سيدنا عمل ردات فعل ازقائي وشوارعي وكلها كانت ايهانات وتخوين وصهينا اللي حضرته من حزب الله ومن كل ابواقه وكتير منهم للأسف موارنة يعني من اللي بيشتغلوا عند حزب الله بيشتغلوا بأجر ومأجرين لساناتهم وكاسرين رقابهم واركابهم يعني حتى ما يكونوا بيقدروا ياخدوا اي موقف يعني مجرد ابواقه صنوش ومن اللي اكتر كانوا يعني ازقائي بانتقاد البطرك وتخوينه هن رجال دين من عند حزب الله وخصوصا المفتقى بلان اللي رأيته ما يكون بديار حدا هالشخص هدا يعني متخصص بالشتم وبالتخوين وبالصهي وبالكلام القذر وبكل المصطلحات اللي ما فيها اي نوع من الاحترام مش احترام الغير احترام الذات طبعا البطرك ومتل عادته بيقول الكلمة وبرجع بتراجع عنها بيقول الموقف وبرجع بياخد مواقف مناقضة لاله ودى الاب عبده ابو كسم على الجديد وعمل مقابلة طويلة عريضة كلها مسح جوخ واعتزار وذمية واستسلام وما خلى شي من الذمية الا ما حاول يعني ما خلى شي من مقومات الذمية الا ما حاول يستعملوا تيبرر كلام البطرك ويفهم اللي كانوا عم بيشاهدوه طبعا وتيقول للناس انه لأ البطرك بيحب المقاومة والبطرك داعم لإلى وإلى إلى آخره هذا الكلام الذمي بس كان كلام شوي هيكي يعني حربائي فيه الكلمة وضدها ما عجب حزب الله ولا عجب الشيخ خبلان ولا عجب قيادة حزب الله الايرانية الارهابية والدموية اللي هي بالأساس مكينة اغتيالات ف صار فيه اجتماعات وإجا حارس الباب طبعا بكركي فريد الخازين ومعه فرنجي ومعه كل هالقوبي اللي بايع اللي موارني وبيع بكركي وبيع لبنان وقابض حقه وعيشي بالظل وعيشي بنوع من إهانة الذات وبنوع من عدم الحياة يعني هاو دي الناس بينطبئ عليهم المثل اللي عنا بيقول بلبنان بزمن المحل بتفز العنزي على الفحل هاو دي كلهم هايك هلا سيدنا ما يعني ما اكتفى يعني رد لأبو الكاسم ما كان كافي لحزب الله طبعا مع انه كان مهين لبكركي ولسيدنا ولا كل شي اسمه كرامي ومواقف وطنية ودى رجع السكرتيرو او المسؤول الاعلامي ببكركي المحامي وليد غياد تعمل مقابلة او عملوا معه مقابلة من كمان محطة الام تي في مع السيدي جوزيفين ديب فالرغط هي دقيل المقابلة هي حوالي 15 دي فالرغط منها اول 5 دقائية اللي هني يعني كلام اذا فعلا في عدل وفي انصاف كنسي ووطني بيتاخد هالانسان هذا الحقير والمجوي والمقابعة والبلا كرامي بيتاخد على شي عمود وبينربط برقبته بحبلة وبيتعلى تيكون مثال للناس على اللي بيهين ذاته وبهين شعبه وبهين كنيسته وبهين كرامته وبزور الحقائق وبمسح جوخ وبكون واطي ومنحط وما عنده اي قيمة لا انسانية ولا وطنية ولا اي شي خلينا نشوف شو كتا شو ايل هدا هالانسان الحقير اللي يعني جريمة انه ينسب الى الموارن وجريمة انه يكون الناطق او المسؤول الاعلامي ببكركي هالصرح اللي اعطي مجد لبنان هالصرح اللي جاب الاستقلال للبنان هالصرح اللي مفترض يكون كله كرامي وكله وطني وكله عنفوان وكله قيادي قيادي حكيمي قيادي وطني قيادي بتشوف لقدام قيادي رؤيوي شو بيقول هالواطي بيقول حرفيا اول شي هيدا الكلام يعني كلام البترك اللي قريته بالاول اول شي هيدا الكلام اخد مدى ابعد من ما هو وبتفسيره وصاير زوبعة كبيرة وهو بالنتيجة ما في ابدا نية باستهداف حزب الله ولا بوصفه ابدا بالارهاب هيدا كلام مش مقبول انه نوصل نقول عن لسان البترك او نفسر كلامه بانه بيتهم ما هو فيه تنظيمات وفيه ارهابيين وينما كان صاروا موجودين وحتى الاعمال العسكرية اللي بتمارسها اسرائيل بالجنوب ارهابية وفي الاطار وحتى ما اوسع كتير غبطه ما قصد حزب الله ولا المقاومة بالجنوب بالنتيجة احيانا نزج او نزج بحرب ما بدنا اياها اكيد الحرب مرفوضة من قبل الجميع حتى من قبل حزب الله لانه لا يريد المزيد من الخراب والدمار ولكن احيانا بتلاقي نفسك امام الحرب اكيد غبطه مش قاصد حزب الله وانا بقول وشاهد على مواقف لغبطه امام صفرة اكان في لبنان او خارج لبنان خلال زياراته انطلب من غبطه بكل وايحة انه يوصف حزب الله بالارهاب ورفض رفضنا نقاطعا وقال حزب الله مكون او مكون لبناني وليس ارهابيا ابدا وانا ارفض هذا الكلام ولا اقبل بوصف حزب الله بالارهابي فهو ليس ارهابي حزب الله لبناني وبيكمل بكلامه بيقول الاستاذ وليد غياد وطبعا في مشكلة قائمة مع اللبنانيين كونه حزب مسلح وهو موجود بالبرلمان ولكن ليس ارهابي ابدا وبعدين بفورميل صغيري اذا ارنا الموضوع اليوم هنا لجنة التواصل مع حزب الله بين بكركي وحزب الله ولم ينقطع يوما التواصل بين بكركي وحزب الله فما بعتقد انه البطرق والبطرياركية بيحاوروا ارهابيين ولو كان البطرق بيقصد حزب الله لكان اوقف الحوار معه لو كان اعتبروا ارهابي لانه البطريارك لا يحاور ارهابيين بتمنى ينقفل الملف على هذا الكلام وبتمنى على كل يلي عم يجتهدوا عالسوشال ميديا يتحلوا اولا بالروح الوطنية والرياضية وشوية اخلاق وتهذيب وقت يلي بدون يحكوا بهالموضوع ويعلقوا عالسوشال ميديا ما بيجوز كل واحد يسمح لنفسه يحكي شو مكان ويكتب شو مكان رح ببتدي هكي بقراءة وطنية وانجيلية اول شي الانسان هدا منه قاري الانجيل وما عنده ريحة الايمان ولا بيعرف شو هو واجب البطرك والراهب والخوري اللي هو اللي هني داعيهم ربنا للخدمة بيقول البطرك ما بيحاول ارهابيين لو كيف ما بيحاول ارهابيين شو قالي سيدنا يسوع المسيح يا غبي لانا ما جيت تعالج اصحاء جيت تعالج مرضى مش عايق؟ طيب شو المريض بالنسبة الى المفهوم الايماني مش الخاطئ اذا لما واحد بيروح بيعترف كيف بيقبل الخوري اعترافه بيروح بيقول له بيعترف بيقول له اتل انا ساري اذا انت غبي وما عندك اي معلومة عن الانجيل لانه من واجب البطرك يحاور الارهابي يحاور المجرم يحاور الشارد عن طريق الحق لانه يسوع يا غبي قال انا ما جئت لأعالج الاصحاء بل لأعالج المرضى بتقول انه حزب الله ما بده حرب وبعد احيان الحرب بتنفرد علينا ولك مهوي سيدنا صلى الله يا يا شو بنا نقول لك بس منقول لك يا غبي مهوي قال انه انا فطت بالحرب حزب الله ما بده يتدمر لبنان ولك في شي بعد بالجنوب ما تدمر بعد في شي بمؤسسات لبنان قائمة بعد في شي حدود مضبوطة طيب انت بتقول انه مثل بمجلس النواب اللي مثلك غبي وذمي مش مفروض ابدا يحكي لانه حزب الله فارد نفسه عالشيعة خطفهم واخدهم رهيني من اثنين واثمانين وما حدا بيسترجي يترشح ضده وبالتالي الموجودين بمجلس النواب ما بيمثلوا الشيعة موجود بالحكومة موجود بالحكومة لانه عطوه الحكومة عيام المنحط ميشيل عون واستلم الدولة والحكومة هو بديرها والمئاتي وغير المئاتي هوا كلهم ادوات بيده وابواق وصنوج باعترافهم بتقول انه حزب الله لبناني ولك ما هو نصر الله بيخبرك وبيخبرنا وبيقول انه عسكري بولاية الفقه في لجنة ببكركي ما بين حزب الله وما بين بكركي ولك ليه بعض الارض مصروقة بليسا ليش بعض الارض مصروقة بالقاع ولك شو عملتوا بهيد اللجنة هيد اللجنة عشاكلتك وعشاكلت فريد الخازين وعشاكلت سليمين فرنجية يعني قرطت زميين بتلحسوا وبتبيعوا وما عندكن كرامي وانتو واللي متلكون متل ما قال سيدنا يسوع المسيح انتو مجرد مزخرفين من بره متل اللقبور ومن جوة كلكن وسخ وسخ وبس بيكفي هالقد ما بدنا نقول عن عنكن اكتر من هايك اذا اول شي لا انت ولا سيدنا الراعي بالمواقف اللي اخدها سيدنا وكل يوم بتراجع عنا وبالكلام اللي قلته وبتمثله بكركي بكركي هي نحنا لموارني بكركي هي كل لبناني حر شو ما كان انت ماء المذهبي بكركي هي الاستقلال بكركي هي السيادي بكركي هي حارسة الهايكل بكركي اعطي الى مجد لبنان وبالتالي اليوم بحالة المحل اللي بيحكوا باسم بكركي انت وغيرك وكتير سيدنا كمان معك ما بتمثله بكركي وبكركي بريئة منكن وهون بلنا نذكركم انت والسيدنا الراعي شو قال المسيح لما كان داخل على قرشاليم وكانوا عم يستقبلوا بالهتفات شو اجوا قالوا الفرسيين اللي قالوله قالوله يا سيد سكت تلميزك شو قالوا قالوا لو سكت هؤلاء لتكلمت الحجارة واليوم انتو بكلامكن الغبي والذمي والاستسلامي واللا لبناني واللا ماروني واللا اخلاقي انتو اليوم الحجارة ببكركي عم تحكي شو عم بتقول الحجارة اللي حكي عنا سيدنا يسوع المسيح اللي سكت هؤلاء لتكلمت الحجارة هاو الحجار شو عم بيقولوا ببكركي وحاول بكركي وبكل وادي من واديين لبنان وبكل صورة معلقة ببيت لشهيد لانه ما في بيت بلبنان ما في صورة لشهيد مش من الشهداء اللي انت عم تحكي معهم عم تحكي عنهم طبع حزب الله وبتقدرهم لا شهداء فعلا دافعوا عن لبنان وعن سيادته استقلاله وحريته وقدموا أنفسهم قربين على مذبحه لأنه هادي هي أهم أنواع المحبة مثل ما بيقلنا الإنجيل حزب الله هو بيقول منه لبناني حزب الله بيقول هو يبلش الحرب حزب الله بيقول انه هو فارسي حزب الله بيهين وبكل يوم بيهين كل القيادات اللبنانية وما أثروا أبدا بحق السيدنا البطرق وما خلوا كلمة فيها إهانة ومذلة وصهينة إلا ما أقولوا إياها فيا غبي انت لا بتمثل لموارني ولا سيدنا اليوم الراعي بيما وقفوا بيمثل لموارني ولا بيمثل بكركي بكركي هي السيادي الاستقلال الحرية الكرامة هي العنفوان هي الشهادة للعق هي اللي أعطي لإلى مجد لبنان ولكن مثل ما مرة تاني منقول بأيام المحل بتصير العنزة بتفز عنا على الفحل وانت يا حقير يا منحط انت بدك تعلم الناس التهذيب انت شو قلت بالآخر بكلامك عم نرجع منذكر مرة تاني هالوقح شو قال اللي بتمنى ينقفل الملف وبتمنى على اللي كل عم يشتهدوا على السوشيال ميديا يتحلوا أولا بالروح الوطنية ولك أي وطنية عندك انت وتاني شي بالروح الرياضية انت بتعرف شو يعني رياضة فكرية وبشوية أخلاق يا قليل الأخلاق انت بدك تعلمنا وبتعلم الناس الأخلاق ولا يا واط روح تضبب انت اللي مثلك انت اللي مثلك عار على الموارنة عار على بكركي وعار على لبنان وعار على الإنسانية ولك هيدا زمن زمن بؤس وزمن أشباه رجال من أمثالك أما لسيدنا الراعي فنحنا من قوم ما جابوه سنة الـ 11 ونحنا ما قلنا ثقة فيه ومن يومه كان عم بيسوق طلع أول شي عسورية من بعد كم يوم انتخبوه ورجع طلع علبك عند الشيخ يزبيك ومن عند الشيخ يزبيك أعلن من هناك وكلام هيدا بترجعوا للأرشيف بتشوفوه قال إنه مش مفروض المحكمة الدولية تطلب من حزب الله يسلم القتلي اللي قتلين الحريري وبرى مع فرنسا وعا كندا وعلى كل العالم بيقول إنه نظام الأسد هو حامي المسيحيين فمن أول من أول يوم إجا فيه الرائعة بكركي ومن أول يوم داك الأول يوم بلش يسوق فيه لكل شي اسمه غير ماروني وغير لبناني وغير سيدي ومن يومه بياخد الموقف وضده بياخد الكلام وبيرجع بيعتذر عنه هيدا بترك للأسف ما بيمثلنا ما بيمثل لموارني ما بيمثل بكركي ما بيمثل تاريخنا هيدا ما احترامنا لشخصه المطلوب إنه يستقيل وياخد معه هالمقلعت هيدا وليد غياد ويغرب عن وجنا وليد غياد اللي بيعرف واللي كان بيتابع بيعرف إنه انقطع له شقفة أرض من أملاك البطياركية ممنوع يتعمر فيها وتعمر له بيت ونعطى ونعطى عقد أجاري ممكن بسبعين سنة وكانت تضجي قامت يومه على هالعمل هيدا ويومه الراعي لا رد ولا ردخ وترك وعمروله فيلا كله بالصدقات على اسم بكركي والله يرحم الله يرحم ميشيل ادي اللي هو يدفع أكتر مصاريف بناء هالفيليا اللي معرم فيها اليوم وليد غياد اللعنة على وليد غياد واللعنة على أمثاله من الذميين لموارني وغير لموارني وحزب الله لا لبناني ولا بيعرف لبنان وهو إذا فيه عدو للبنان هو عدو لبنان وإذا فيه حدا مدمر لبنان هو مدمر لبنان وإذا فيه حدا خرب لبنان هو عدو هو حزب الله وما فيه قيامة للبنان بوجود هالحزب الإيراني الإرهابي اللي هو مكينة اغتيلة ومنشكر ومنشكر ومنطلب من اللي عم بيتابعونا يشتركوا بالقناة ومع هالتعليق هيدا راح نحطه اللي راح نحطه بالصوت طبعا على اليوتيوب ومنحطه مع النص على موقعنا موقع المنسقية اللي رابطه الياسبيجاني نيوز كلمة وحدة الياسبيجاني نيوز دوت كوم ورح نحط في رح نحط مع التعليق هيدا مقابلة واليد غياد المجوي الفيديو من من الجديد ورح نحط اللي نحنا فرغناه هون أول خمسة دقائية ورح نحط المقطع اللي هو نذكر ذكروا البترك بعضطه بثلاثة وعشرين الشهر وشكرا للمتابعة وتأكدوا وتأكدوا انه ما في يوم بالنهاية الخير الا ما ربح والشر انكسر وما في يوم بالنهاية الا الشيطان الدعوة وربنا وسبحانه وتعالى انتصر عشتم وعاش لبنان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة